إلى الآن ندين بالإسلام اسما إحنا وأشرف أني من الصعيد لكن عندنا ما زالت بعض القرى في الصعيد وبعض القرى في الفلاحين إلى هذه اللحظة اللي بكلمكم فيها وأنا مسؤول عن كلامي قويس جدا وأحاسب عليه شرعا وقانونا ما زلنا ننزل للمرأة المطلقة على أنها وصمة عار ما زلنا ننزل للمرأة الأرملة على أنها وصمة عار لا يجوز للمطلقة أن تتزوج بعد أن طلقت هذا ما زال عندنا معتقد سائد في بعض الأعراف وفي بعض القرى وفي بعض العائلات بل أنا آسف وبتأسف أكسم بالله سمعتها من بعض الناس المثقفين الحاصنين على شهادات عليا في بعض قرى الريف والصعيد لما كنت بتحاور مع بعض الناس ليه مش عايز ابنك عايز ابنك تجوز من مطلقة أدام حبها وأدام شايف أن دي اللي تنجح بيها حياته قالت لي وليه هياخد تفت غيره أكسم بالله والبعض قال لي هو ليه هياخد فضل بغيره شفت إلى أي دنو نزلنا وبعدين نقول إحنا مسلمين إحنا بنحج ونعتمر شفت رقي أخلاق العرب ودنو أخلاقنا شفت النظرة الحضرية بتاعت العرب وإحنا فين إلى الآن المرأة الأرملة يا عار لو تزوجت يبقى رابط عيالها ويبقى تخلت عن ولادها إما تعمل إيه أفتونا يا قولي العقل وأنها لما الست يموت زوجها وعندها 28 سنة ولا 27 سنة ولا 30 سنة ولا 32 سنة لم تبدأ حياتها بعد تعمل إيه يقول لك تقعد يا عم الشيخ خلاص تقعد على عيالها وتحمد ربنا وهو ده رزقها من الله للقلام ده أي شرع أتى بهذا الهراء وأي شرع أتى بهذا العبث ما فيه شرع إنما شرعنا إحنا الفاسد شرع هوانا شرع عقلنا لكن شرع الله بريء شرع رسول الله بريء بقولي الكلام ده ليه علشان الكلام ده مازال موجود في المجتمعات آخر مرة من حوالي أقل من شهر والله كنت موجود في أسيط كنت في مكان هناك وبعدين المكان ده فيه تجمعات شوية فبعض اللي اتعرفوا على من البنات والله العظيم بيبكينا دمان دمان البنت وقفت وقالت ليه ليه أنا يتقال علي إنسانة فشلة وأنا تحملت وتحملت وتحملت في ثلاث سنوات ما أنا يتحمل أنا زنبي إيه إن أبوي قال لي ده كويس وأنا نصعت الأبوي وقلت له الأمر لك وبعدين ليه أنا تعالى بقى اعكس الآية تعالى الواحد فينا يروح لوحدة وتكون بنت بنوت أو بكر زي ما بنقول في الشرع ويبقى هو مطلق ثلاثة مليون مرة مش مت مرة إيه المشكلة يا جدع الراجل ما يعيبوش إلا جيبه مش كده ولا إيه آه محدش إيه بقى قدم راجل مش مشكلة الراجل لا يعيبو شيء إنما المرأة لا وريب كده إن شاء الله لو تقرد فتحتها عن حرم إن شاء الله إن حد يقرد فتحتها تاني لو تقرد الفتحة يعني وتفنخ الموضوع أو تخطبت وتفنخ الموضوع طيب قدامنا بقى السيدة خديجة سبق لها الزواج مرتين المرة الأولى من عتيق ابن عائث ابن مغزوم وأنجبت منه هند وهندي دي بالمناسبة بنت طيب المرة التانية المرة التانية تزوجت من أبو هالة التميمي وبعدين أنجبت برضك هند وهند المرة دي ولد هو فيه هند ولد يعني مشيخ أيوة العرب كانت تسمي الأولاد الزكور بأسماء البنات من باب التدليل خلاص كده وبالمناسبة يعني الشيء بالشيء أذكر بما أنه أقول لكم يعني في النص كده يعني زوجة الحجاج كان اسمها هند وهي دي اللي جابت أجل الحجاج أيوة وبعدين بس بما أن الزكرة والإسم يعني فحبيت أوريكم كده النصة ربناك فينا شر يعني من غير ما تزعلوا مني ترجمة نانسي قنقر